نبتدي بقى بمتابعة الزيارة الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي الألمانيا الزيارة طبعا المهمة واللي شهدت فعاليات كتيرة اتكلمنا عنها امبارح لاستقبال طبعا الرسمي والشعبي ولقاءه بالمستشارة الألمانية والنهاردة الرئيس استقبل بمقر إقامته ببرلين زعيب الأغلبية بالبرلمان الألماني فولكر كاودر اللي قال بعد اللقاء أن اللقاء كان إيجابي وبناء وأن مصر دولة محورية لاستقرار المنطقة وقال كمان أني بضع ثقتي في الرئيس عبد الفتاح السيسي ونحن ندعم مصر واستقرارها وأنه هيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة ما بين مصر وألمانيا لبحث الملف الليبي أيضا النهاردة الرئيس التقى خلال إفطار عمل مع كبار ممثلي مجتمع الأعمال الألماني للتعريف بالفرص الإستثمارية المتاحة في مصر في القطاعات المختلفة وخاصة اللي لها الأولوية بين البلدين وطبعا بنتكلم هنا والتركيز على قطاع الطاقة برضو الرئيس التقى بقيادات شركة سيمينز الألمانية لمتابعة تنفيذ العقد المتعلق بإقامة ثلاث محطات كبرى لتوليد الكهرباء في مصر وإنه إن شاء الله ينتهي العمل منها في غدون عام ونص ترجمة نانسي قنقر